السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مزعد حياكم الله أخواني خواتي في برنامج آية وفايدة نكمل الكلام عن آية 15 من سورة أهل العمران قوله سبحانه وتعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد فيقول الله سبحانه وتعالى يصف هذه الجنة بعد أن تكلم عن الشهوات الموجودة في الدنيا من النساء والبنين والقناطين المقنطرة من الذهب المفضة وغيرها من الأمور في الآخرة يقول الله سبحانه وتعالى جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار وسبحان الله الأنهار يمكن احنا أول ما نسمع الكلمة نتخيل نقول الله راح يكون نهار هنا باشرب مننا ماء والماء البارد نقول هذا نوع فيه أنهار تخيل أخواني أخواتي إنه فيه أنهار هذا أنهار تجري لكن شلي يجري اللي هو العسل وأنهار أخرى لبن سبحان الله شلون نهر من العسل شلون نهر من لبن لا وفيه بعد أنهار من خمر لكن شوفوا شلون رب العالمين لما يصف هذه الأنهار الماء غير آسن سبحان الله في الدنيا أخواني أخواتي لما يكون فيه ماء يكون هذا الماء مثل الراكد فإيش اللي يصير بعد فترة نشوف حبيبات صغيرة لونها أبيض يعني مثل تلوثات أو يعني من الأقدار بسبب ركود هذا الماء في الآخرة لا ما يحصل هذا في الماء غير آسن غير متغير والعسل العسل سبحان الله مصفة يعني نحن في حياتنا من مشاكل طبعا العسل هذا غذاء عظيم والشفاء كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى مدحو في القرآن لكن من مشاكل عندنا حاليا أخواني أخواتي في الدنيا قضية أن يكون ملوث هذا العسل فدائما تجد الأطباء يحدرون أن العسل لا شك بجودته لكن احذر أن يكون هذا العسل ملوثا لأن إذا كان ملوثا فهيكون خطيرا على البدن فإن نقول في الآخرة أطمئن فهذا العسل مصفة سبحان الله عسل لكن هذا أنهار من عسل وما في أقدار ما في قطع صغيرة ولا شيء طيب واللبن الله أكبر تشوف هذا النهر يجري لونه أبيض سبحان الله لبن لكن لم يتغير طعمه لاحظوا أخواني أخواتي أن رب العالمين يعوض الناس يعني المؤمنة في الجنة بما افتقدوه في الدنيا يعني إحنا الواحد فينا يمكن يشتري لبن حطه عنده في البيت يوم يومين ثلاث سبع سبعين إذا نساء أو إذا جال بعد فترة يتغير طعمه نحن نقول يحمض يكون في حموضة ونقول في الآخرة يعني تضمن إن ما رح يتغير طعم هذا اللبن سلوات طويلة كل شيء لذيذ أخواني أخواتي في الجنة ألا تستحق العمل الجاد منه يعني هذا الذي ينبغي أخواني أخواتي الواحد لما يقرأ وصف الجنة اللي جاء في القرآن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يشمر ويجتهد كما قال عليه الصلاة وسام ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبه وكذلك في الجنة أنهار من خمر واحد يقوله شلون شون يا شيخ الخمر حرام أم الخبائث أم كبيرة من الكبائر نقول لا هذا في الدنيا الخمر أم الخبائث وكبير ولا يجوز الإنسان يشرب الخمر ويبتعد عن الخمر ولا يجوز أن يبيع أو يشتري الخمر ولا يتعامل الخمر ولا يعالج بالخمر وكذلك الأطباء ذكروا أضرار الخمر تسبب تليف الكبد وتسبب كذا وكذا من الأمراض الخطيرة نقول هذا في الدنيا أما في الآخرة لدى للشاربين ولا تعكر المزاج يمكن في الدنيا الإنسان الذي يشرب الخمر قد تصيبه نشوة واستمتاع مؤقت لدقائق أو لسويعات قليلة جدا ثم بعد ذلك يشعر بالمضار وذهاب العقل في الآخرة أبدا لا يوجد أي شيء من هذه المضار فالخمر لدى للشاربين ومتعة سبحان الله فتخيلوا أخواني وخواتي هذه الأنهار الجميلة العظيمة في الجنة لكن لمن؟ لمن اتقاه وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الجنة وأزواج مطهرة في الدنيا كم من الأزواج يعاني من النساء أو الرجال يعني الزوج يعاني من زوجته والزوجة تعاني من زوجها بسبب ماذا؟ بسبب كلام قبيح بسبب ضرب بسبب عناد بسبب أمور موجودة طبعا ليس عند كل الأزواج لكن الكثير من الأزواج في الآخرة لا يوجد أي شيء من هذا الكدر فالأزواج مطهرة من الأمور الحسية السيئة وكذلك الأمور المعنوية السيئة يعني مثلا في الدنيا مثلا الرجل يذهب للخارج ويعمل وأكرمك الله يصيبه العرق خاصة في البلاد الحارة فيرجع رائحته كريهة فقد تتضايق منه الزوجة في الآخرة لا يوجد هذا الأمر الرشح سبحان الله رائحته طيبة يعرق الإنسان لكن رائحة طيبة لا يوجد أي شيء يكدر الخاطر وكذلك بالنسبة للمرأة إذا كان هناك من النساء من مثلا يكون في عناد للزوج أو عدم تجمل في الآخر أبدا لا يوجد أي نوع من هذا الكدر فالزوجة تستقبل زوجها في بيتهم في الجنة في القصور في النعيم المقيم بوجه مبتسم ووجه متغير كل مرة للأجمل سبحان الله ما نقول كيف لأن الله على كل شيء قدير كل ما يخرج الرجل من بيته في الجنة ويرجع يجد زوجتها قد تغيرت للأجمل كل مرة أجمل من المرة الأخرى وكذلك الرجل لما يرجع إلى أهلي تغلهم رأت أنت أجمل هذه المرة أنت تغيرت لكن للأجمل سبحان الله فيكون الأزواج مطهرون من الأنجاس المعنوية والمادية ما في حقد ولا في غل ولا في ضغينة ولا في خلاف ولا في طلاق ولا في عراق فقط استمتاع لكن بشرط ماذا؟ التقوى لاحظوا إخوانا إخواتي نريد أن نربط دائما قضية الجنات بتقوى الله والأنهار بتقوى الله والأزواج المطهرة بتقوى الله هل تعلمون ما هو أعظم من كل هذه المتع الأخروية؟ ما هو أجمل وأروع من الأزواج المطهرة والأنهار يقول الله سبحانه وتعالى ورضوان من الله أعلى نعيم أو من أعلى النعيم في الجنة أن الله سبحانه وتعالى يحل على أهل الجنة رضوانه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يرضى عنهم في الدنيا والآخرة جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة